إذا كنت من عشاء الكلشو الدوري الإيطالي يبقى الفخرة دي تهمك جدا هنتكلم على المركاتو في إيطاليا وهنتكلم على أهم الصفقات اللي عملتها الأندية الإيطالية في الفترة الأخيرة خصوصا طبعا أنه كان متوقع يكون فيه انتعاشة بعد ما أحرزت إيطاليا طبعا لقب يورو 2020 يمكن أنه إحنا بنحضر للفقرة كان جالي كده في زيني سؤال ماذا لو انضم ميسي لأحد فرق الدوري الإيطالي إيه شكل المسابقة وإيه حجم قوتها ونسب مشاهدتها لو بطولة بيلعب فيها ميسي وبيلعب فيها كريستيانو رونالدو الرايفلز الحقيقة اللي عيشنا معهم سنين حلوة جدا في الدوري الأسباني وإيه احتمالية أنه ممكن يكون اليوفي نفسه مهتم بضم ميسي أو موافقة ميسي يعني هو يلعب في اليوفي بجوار رونالدو هل ممكن نشوف الاتنين دول لابسين نفس التيشت وبيلعبه في نفس الفريق مش عارف هي الأيام اللي جاية وإن كانت الوجهة طبعا غالبا هتكون فرنسا والأولوية الثانية هتكون إنجلترا بي أش جي ومان سيتي على التوالي خلينا نعرف أكتر على المركاتو الإيطالي مع فليبو كورناكيا الصحفي بجريدة توتو سبورت الإيطالية بداية طبعا أهلا بك على شاشة النادي الأهلي وبشكرك على وجودك معنا في السادسة شكرا لكم السلام عليكم بداية طبعا لازم أهنيك وبركلك على تتويج إيطاليا ببطولة اليورو 2020 وأسألك في البداية هل تتوقع أنه ده يكون ليه تأثير إيجابي على نسخة الكالتشو في الموسم الجديد هذا بدون شك سيؤثر إيطاليا قامت بحدث كبير وفازت ببطولة اليورو لا أحد كان يتوقع في إيطاليا أن إيطاليا قد تقوم بتقديم هذه النسخة الرائعة من المجموعة الرائعة من مجموعة لعبين قويين من صيني خلق روح رائعة لم يتوقعها أحد والجميع كان يعتقد أن هذا سيؤثر بالشكل الإيجابي على الدور الإيطالي العام المقبل إيطاليا قدمت مستوى كبير جدا وبالطبع سيؤثر بالإيجابة على الدوري طيب خلي السؤال الأول يكون بداية بالبطل هتدي بالحديث على الإنتر اللي حقيقة قدم موسم أكتر من رائع واستطاع أنه يستعيد لقب بطولة الدوري الإيطالي بعد غياب دم عشر سنين نسخة إلى حد ما فكرتنا بنسخة الذهابية الإنترنسيونالي لكن الحقيقة بمجرد نحق اللقب وكأنه زلزال حصل رحيل كونتي بيع لوكاكو بيع أشرف حكيمي والكلام دلوقتي بقى كمان عن لوطارو مارتينيز اللي احتمال يتنقل بصفقة محتملة لتوتنهام إيه اللي حصل وإيه حكاية صورة الغضب من جماهير الإنتر في إيطاليا يجب أن نعلم شيئا هاما جدا أن الصينيين جاءوا إلى مدينة ميلانو سواء مع الإنتر أو الميلان من أجل الاستثمار أنا لا أقصد بذلك أن الإنتر فاز ببطولة إيطاليا بالصدفة لا كنتي قام بعمل كبير واستحكى الفوز بالبطولة لكن الأمر يتعلق الآن في إيطاليا وخاصة مع الصينيين أنهم يريدون الاستثمار وهذا الشيء الذي رفضه أنتونيو كونتي فالاجتماع الأخير مما أدى إلى استقالة أنتونيو كونتي مع الصينيين لقد طلبوا منه هذه الطلبات التي نراها الآن قالوا له أن تفوست بالسكودتو بالدور الإيطالي وهذا شيء يعتبر أسطوري لنا ولن نكن نتوقعه ولكن حكيمي تم تقديم عرض سخي من باريس سان جرمان ولوكاكو من تشيلسي أنتونيو كونتي لم يوافق على ذلك ورفض كل هذه الأمور وقال خروج حكيمي وخروج لوكاكو وخروج لوطارو مرتينيز يعني تقديم استقالاتي قبل انتهاء هذا الميتنج وهذا الاجتماع الصينيين رفضوا رفضوا مطالب كونتي تحدثوا معه أن النادي يمر بأزمة مالية كبيرة جدا ويجب بيع النجوم اللاعبين لكن الصينيين لم يقدروا العمل الكبير الذي قدمه أنتونيو كونتي وهذا سيؤثر بالسلب على فريق إنتر ميلا الذي سيقوم بلعب دورة أبطال أوروبا مصير لوكاكو حسم بالفعل ومصير أشرف حكيمي حسم أيضا لكن الكلام عن لوطارو مرتينيز طبعا نجم الأرجنتيني ونجم الإنتر وبعض التقارير تتكلم على اهتمام توتنام الإنجليزي بضم لوطارو مرتينيز آخر التطورات في عملية الانتقال مصير لوكاكو تم حسمه أشرف حكيمي انتهاء الأمور توتن هام قدم عرضة حقيقية ولكن جماهير الإنتر أعلنت الغضب الصباح اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي والتويتر ورفضوا مغادرة لوطارو مرتينيز الصينيين يخشون غضب الجماهير طيب إذا كنت بتكلم على موسم ناجح للإنتر يبقى بالتأكيد بتكلم عن موسم قادم هيشارك في دوري الأبطال وبالتأكيد الإنتر واحد من الفرق اللي عودتنا أنها تكون موجودة عشان تنفس على لقب البطولة هل فيه أي خطوات أو أي صفقات من شأنها تدعيم صفوف الإنتر في الفترة القادمة كان فيه كلام على سبيل المثال على إيدن جيكو وطبعا نجم روما والحديث عن انتقاله للإنتر إيدن جيكو أقرب اللاعبين للقدوم إلى إنتر الأمور تعتبر منتهية مع إدارة روما وإدارة الجل روسي مورينيو يرفض مغادرة إيدن جيكو وتحدث مع إدارة الزئاب لكن إدارة الإنتر ضخت العديد من الأموال من أجل الزفر بإيدن جيكو إذن أقول لكم أن إيدن جيكو قد يكون مهاجم من إنتر القادم لتعود لوكاكو بالحديث عن جيكو وعن روما خليناك كمان أتنقل لمتاعب روما اللي كتير تنبأه أنه يبتدي بداية قوية للموسم ده مع مورينيو لكن يبدو تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن زي ما بيقوله بداية صعبة جدا يمكن خسر مبارح بالنتيجة كبيرة جدا وطرد منه ثلاث لعابين وطرد هو شخصيا إزاي بتشوف بدايات إي أس روما مع خسيم مورينيو العالم كله أجمع يعلم أن الدور الإيطالي دائما ما يعرف بسخونته ومورينيو عاد وعادت كرسمة مورينيو مورينيو عاد إلى إيطاليا من أجل أن يعيد اسمه إلى الواجهة مرة أخرى ولهذا عاد إلى روما تم رفضه من كبل الإنتر كان يريد العودة للإنتر ولكن مورينيو يريد أن يظهر لجماهير روما أنه جاء من أجل الفوزة هو يفعل أشياء جنونية الجميع هنا متعود على مورينيو من أيام ما كان في الإنتر ولكن مورينيو مع روما سيقدم نسخة رائعة للجزئاب اليوفي وإيسي ميلان تحديدا وأهم الصفقات التي أبرموها في الميركات والصيفي وأنا أتكلم على أكبر أندال أوروبية ليس بس الإيطالية يوفينتس وإيسي ميلان خليني كمان أسألك لأننا كعشاء للكلتشو على مدار التاريخ شفنا أهم وأكبر أسماء في المهاجمين على مدار التاريخ بتلعب في الدوري الإيطالي وبتلعب تحديدا للأندال إيطالية شفنا رونالدو البرازيلي شفنا تشابتشانكو شفنا جوجوية شفنا باتيستوتا كريسبو مارشيلو سالس وغيرهم وغيرهم وإبراهاموفيتش طبعا ودلوقتي الحقيقة مش بنشوف مهاجمين من العيار التقيل يعني برحيله كاكو عن الدوري الإيطالي يبدو أن الفرع الإيطالية كلها لا تمتلك المهاجم من العيار التقيل مهاجم من نوعات ليفاندوفسكي مهاجم من نوعات إيرلينج هولند هل مش بتفكر الأندال إيطالية وخصوصا الميلان واليوفي في مهاجمين من العيار التقيل أنا لست متفق معك في هذا الأمر وأقول لك شائعا لدينا كريستان رونالدو يلعب في اليوفي الميلان إبراهاموفيتش وهؤلاء من أقوى مهاجمين في العالم ماذا تريد؟ أعلم أنك تريد متعة الدوري الإيطالي ديل بيرو وشيبيتشينكو ورونالدو هؤلاء لكن أقول لك أن روما أيضا لديه جيكو لاتسيو لديه تشيره موبيلي الليباندوسكي قوي جدا ويصنع الفارق مع بيرني ميونيخ لكن نحن إيطاليا ونحن لدينا عظمة الكرة الإيطالية ولدينا بعض المهاجمين إذا كنت قد طبيعت اليورو لدينا موبيلي في لاتسيو وكانا لوكاكو وإبراهاموفيتش إيطاليا ستعود مرة أخرى ولدينا العديد من المهاجمين ما فيش اهتمام بالأندال إيطالية بمهاجم مثلا زي أيرلينغ هولند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني أهلند صفقة ستكون من العيار الصوكيلة وأقولها لك حصريا وأنا لا أستطيع الخجل لا يوجد نادي في إيطاليا لديه أموال أهلند برشلونة قدم له مئة مليون يورو السيتي قدم مئة مليون يورو ما لديه مئة مليون يورو ليقدمه له هولند الإنتر بعلوكاكو من أجل الأزمة إبراهاموفيتش عاد إلى الميلان بأموال لا تسكر شيري أموبيلي في لاتسيو كامية أكادة أنا أريد هولند في الدور الإيطالي سيصنع الفارق للدور الإيطالي وسيجلب العديد من المشاهدة لكن ليست لدينا أموال هولند أفهم من كلامك لأنه كان السؤال اللي جاي الحقيقة متعلق بزلزال لين الميسي وانتهاء علاقته ببرشونا هل في نادي إيطالي ممكن يكون مهتم بضم أسطورة كرة القدم مش هقول الأرجنتينية العالمية ليون الميسي هل من الممكن نحن نشوف ميسي بيلعف الدور الإيطالي مستحيل ميسي أقول لك القناة الأهلي ميسي سيرتدي كميس باريسان جرمان استحالة لأندي الإيطالية عن تجلب ميسي ميسي باريسان جرمان والأمور انتهت خلي سؤالي الأخير أعرف منك أهم الصفقات للاعبين إيطاليين خارج الدوري الإيطالي يعني مين من الدوريات الخمسة الكبرى اهتمت بالتعاقد مع لعبين إيطاليين في الفترة الأخيرة خصوصا بعد تتويج إيطاليا بيورو 2020 المصري لكاكو أبرز الراحلين ولكن لا يعتبر إيطالي هناك بعض العروض جاءت من أجل لوكاتيلي واتشيرو موبيلي وأيضا هناك العديد من اللعبين الذين تقدموا شان هالوغلو ترك الإنتر أقول لك شيئا هاما أن المركات سيبدأ في إيطاليا أكثر سخونة خلال الأيام القادمة هناك أشياء كانت تحدث كانت تغير مجرى ومسار الدور الإيطالي صفقات كثيرة كانت تأتي إلى إيطاليا فليبو كورناكيا الصحفي بجريدة توتو سبورت الإيطالية بشكرك على مشاركتنا في حلقة النهاردة من أستاذيس نتمنى نشوف نسخة قوية جدا من الكالتشو يظل الكالتشو واحد من الدوريات الكلاسيكية لليها عشقها اتعودنا من سنين طويلة جدا نحن نتابع ونشجع فرقه وتعودنا كمان نحن نشوف أهم وأقبل أسماء في عالم كرة القدم بتلعب فيه أندية إيطاليا نتمنى أنه الزمن ده يرجع مرة تانية خلينا نتكلم أكتر عن الزلزال بالتأكيد هيكون حاضر في السادسة النهاردة خبر وداع باشلونة لليون الميسي ونتكلم كمان على مواجهة الأهل والإسماعيل لمواجهة المنتظرة واحدة من أهم مطشاط حسم البطولة السنة دي كل ده في السادسة مع واحد من النجوم من نادي الأهل الكابتر رمضان السيد هيكون ضيف علينا في السادسة بس بعد الفرص